بعد سنوات من النزاع الذي دمر النظام الصحي ودفع الملايين من اليمنيين إلى المجاعة ها هو فيروس كورونا الذي شل دولا عظمى في العالم يشل الحياة في اليمن ويشكل تهديدا جديدا للعائلات الضعيفة خاصة برنامج الأغذية العالمي في تقرير جديد حذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن نطاق السيطرة مع ضعف التمويل وتفشي وباء كورونا ودع المانحين إلى توفير أكثر من 870 مليون دولار لدعم المساعدات التي من شأنها أن تنقذ الحياة في اليمن خلال الأشهر الستة المقبلة هذا النداء الأممي يأتي بعد أكثر من خمس سنوات من القتال في اليمن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في جينيف إليزابيث بيرز كشفت أن الوضع الإنساني في اليمن يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة حيث يهدد كوفيد-19 السكان الذين أضعفتهم بالفعل سنوات من الصراع مستقبل أطفال اليمن القريب ليس بأفضل من حاضرهم أو ماضيهم إذ يعاني أكثر من مليونين منهم من سوء التغذية الحاد بالفعل وهو رقم يخشى البرنامج من ارتفاعه وسط توقعات أن يدفع الفيروس التاجيء العديد من الأطفال في اليمن إلى براث سوء التغذية الحاد شارلي ياكسيلي المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قال إن اليمن ما يزال أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج 80% من السكان إلى المساعدة الإنسانية الوضع في اليمن ليس بمطمئن أبدا فقد أعلنت السبت الأمم المتحدة أن تفشي كورونا قد يكون أسرع وأوسع وأكثر فتكا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى كما يخشى على نطاق واسع أنه مع إغلاق نحو نصف المرافق الصحية في البلاد تفتقر اليمن إلى الوسائل اللازمة لمنع هذا التهديد الأخير للسكان الضعفاء بالفعل الذين يواجهون خطر الكوليرا والصراع المستمر الذي أدى إلى تشريد أكثر من أربعة ملايين شخص ترجمة نانسي قنقر